السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات إبداع تربوي مع الأستاذة أمل أبو مسلم حديثنا اليوم عن أسرار الذاكرة الخارقة سنحاول من خلال فيديو اليوم التحدث على عن سر من أسرار الذاكرة الخارقة ألا وهو قصر الذاكرة قصر الذاكرة هو فن يعود لزمن الإغريقي فن كانوا أنداك يستطيعون تذكر أي شيء بواسطته من مرة واحدة ودون نسيان والاحتفاظ به في الذاكرة البعيدات المدى دعوني أولا أحكي لكم مبتكر هذا الفن المسمى بقصر الذاكرة فالفكرة تعود إلى الشاعر الإغريقي سيمونيدس هذا الشاعر لن أقول بصدفة ولكن قدر الله أن يكتشف هذه الطريقة من خلال حادث ذكره التاريخ فسيمونيدس كان شاعرا معروفا عند الملوك آنداك وكان ينظم قصائد رائعة يمدح فيها الملوك ويتني عليهم طلب منه مرة أنه يمدح الملك كان هناك احتفال كبير دعية له يعني أعيان البلد وحكام دول أخرى ونبلاء فطلب من سيمونيدس أن ينظم قصيدة ثناء بخصوص الملك وكذلك كان الأمر كان من المفروض أن القصيدة تكون من الأولها الأخرها في مدح الملك إلا أن سيمونيدس قسم المديح بين الملك وبين كاستور وبولوكس وهما إثنين من الآلهة روما المشهورين آنداك فجاء نصف القصيدة الأول لتمجيدهما والنصف الثاني خصيص لمديح الملك كان الملك يسمع الأبيات الأولى من القصيدة والغضب والضيق يملئان قصمات وجهه بعد أن انتهى سيمونيدس من إلقاء قصيدته تقدم ناحية الملك وانحنى أمامه في انتظار أن يتعطف عليه بعطائه المتفق عليه وكانت النتيجة محزنة فقد أعطاه الملك نصف المبلغ المتفق عليه وقال له هذا مقابل الأبيات التي تخصني من القصيدة أما الباقي فاطلبه من الآلهة الذين مدحتهم فانفجر كل الحاضرين ضحكا وراح كل واحد من المدعوين يلقي بنكتة ساخرة أو بعبارة تهكمية على ما صدر من سيمونيدس من قلة ذوق في حق الملك أندى شعر سيمونيدس بالخجل فانزوى في مكان بعيد من القاعة وجلس حزينا منكسرا ولم يرحمه من سخرية الناس وكلماتهم النبي إلا عندما أمر الملك الفرق الموسيقية بالعزف والغناء فانشغل الحضور عن سيمونيدس بالاستمتاع بأجواء الحفل فكر حينها سيمونيدس بمغادرة القصر لكن الملك لم يأدى له بعد بعد لذا كان عليه أن يتظر الإذن في هذه الأثناء جندي من الحراس أخبره بأن فارسين يريدانه في حديقة القصر في أمر خطير من اسم سيمونيدس ذلك لأسرع خارج القصر ليستطلع الأمر عند خروجه لم يجد أي أثر لأي فارس خارج القصر فتعجب مما صدر من الحارس تسأل حينها هل لهذه الدرجة سقطت قيمة الشاعر أحسى سيمونيدس أن ما علقاه من إهانة في هذه الليلة يكفي بأن يجعله يعتزل الشعر والشعراء وبينما هو واقف يفكر هكذا حدث شيء لم يكن في الحسبان انهار القصر على كل من فيه وامتلأ المكان بالغبار وسمع العويل والسراخ في كل أنحاء المدينة لم ينجو أحد من المدعوين سوى هذا الشاعر حينها فكر سيمونيدس أن الفارسين ربما هما الإلهين كاستر وبولوكس أبناء الآلهة وقد أتوا لإنقاذه مكافأة له نظير تمجيده لهما في قصيدته بعد انهيار القصر بساعات ذهب أهل أهالي الضحايا إلى المكان باش يرفعوا الأنقاذ والتعرف على جثث ذويه لكن لم يستطيعوا التعرف عليها نظرا لضياع معالمها وتناثر الأشلاء في كل مكان فطلبوا من الشاعر سيمونيدس أن يساعدهم في التعرف على الجثث كونه هو الناجي الوحيد في هذه الحادثة المروعة قال سيمونيدس أنا أستطيع أن أحدد مكان كل شخص كان موجود في الاحتفال والاسم ديالو كذلك باعتبار أن سيمونيدس كان من المداومين على زيارة القصر وكان يعرف كل تفاصيله وكل غرفه وكل أتاته وقف سيمونيدس فوق الأنقاذ فأخذ يتذكر الأماكن يقول هنا كان الباب بجانبه كان كرسي وهذا الكرسي كان يجلس عليه فلان وبجانبه فلان هنا النافذة كان يقف بجانبها فلان وفلان أمام هذه اللوحة كان هناك فلان وعلى هذا المكان كان هنا فلان أنه بقي يشرح الأماكن بتذكره للأماكن كان يتذكر الأشخاص الذين كانوا يقفون هناك ومن ثم من هذا الحادثة اللي وقعات تم اكتشاف هذه التقنية لسمها سيمونيدس بقصر الداكرة أننا إن وضعنا الأشياء أو المعلومات في مكان محدد بترتيب معين في مكان مألوف لدينا فنحن باستطاعتنا أن نتذكر أي شيء وهذا التقنية أصبح معمول بها في الزمن الإغريقي فكانوا بوسطتها يتذكرون القصائد الطويلة يتذكرون أمهات الكتب يتذكرون أي شيء ومن مرة واحدة ودون نسيان ويتوارثونه عبر الأجيال ما وقع أنه عبر التاريخ حصلت مستجدات وكان أهمها هو اكتشاف الكتابة والطباعة وبالتالي أصبح الإنسان يقول لماذا هذا التخزين ولماذا سنحتاج لقصر الذاكرة ما دام العلم مكننا من تدوين المعلومات في كتب ومجرد أنني نفتح الكتاب وأرجع إليه فأستطيع تذكر جميع المعلومات وازداد الأمر أكثر عند ظهور الأنترنت وعند ظهور البحث عبر الأنترنت فالإنسان أصبح كل أمور عنده في الحاسوب بدغطة زر ممكن يبحث على أي معلومة في أي كتاب هذا للأسف نعم هو تقنيات حديثة ولكن ما حصل أن ذاكرتنا أصيبت بالخمول للأسف الشديد فأصبحنا نعاني من النسيان أصبحنا نعاني من أمراض يعني ديل هذا العصر الزهايمر الخرف وهي كلها بسبب يعني هذا الخمول الذي أصاب الذاكرة وأكبر تدريب للذاكرة وتنشيط لخلايا الذاكرة هو الحفظ حفظ القرآن الكريم حفظ أي شيء باستطاعته توسيع الذاكرة وتوسيع أماكن التخزين إذن عندنا نتمنى أن نسترجع هذا الفن قصر الذاكرة في الفيديوهات القادمة سأحاول إن شاء الله تدريب التدريب على تدريب الأطفال أو كل من لديه رغبة في هذه التقنية القصر الذاكرة لأنها فعلا ناجحة لا بغينا نحفظ أي شيء بسرعة ونحتفظ به في الذاكرة البعيدة المدى ما نحصل الآن مجموعة من طلبات تصلوني أسئلتهم لماذا نحفظ وننسى حتى الأشخاص الذين يريدون حفظ القرآن الكريم لأننا بكل بساطة نحفظ في فراغ الحفظ يلزمه وعاء أي فين نحفظ هذه الأشياء نحفظه في الفراغ فبالتالي ضروري هذه المعلومات ستضيع سنتعلم إن شاء الله في الفيديوهات القادمة كيف نبني هذا الوعاء كيف نطبق استراتيجيات قصر الذاكرة وطبعا هناك العديد مستراتيجيات الأخرى ومن الطرق الأخرى اللي تحفز الذاكرة واللي إن شاء الله غد جعلكم أنكم تكتشفوا مفاتيح الذاكرة وتكتشفوا الخبايا ديال العقل ديالكم والأسرار ديالها وغا تمكنكم أنكم تنشطوا الذاكرة ديالكم وتعرفوا الأسرار ديالها واللي بغي يحفظ ديك سعاشي حجره غي يعرف بأنها ستحفظ بكل سهولة اللي بغي يحفظ القرآن سيرى بأنه سيحفظه في مدة قياسية وبكل سهولة اللي عنده الامتحانات إن شاء الله سيحفظ كذلك بكل سهولة وأي واحد عنده لها المشكلة ديال النسيان سيرى أنه بتقنيات اللي ليست بالصعبة سيستطيعوا أن يحفظ أي شيء من المرة الأولى ودون نسيان إذن أول تدريب كان وعدكم به في الفيديو القادم هو تدريب قصر الذاكرة سنتعلم كيف نبني المواقع داخل عقولنا وكيف نوسع مساحة ذاكرتنا كيف نكتشف مفتاحا من أسرار الذاكرة مفتاح إن حصلتم عليه ستفتحون باب كنوز ذاكرتكم وقصور ذاكرتكم إن شاء الله أعدكم بتدريبات خاصة في النبدو أولا بقصر الذاكرة وبعدها تدريبات أخرى بالموازات واللي ستساعدكم على تحفيز ذاكرة ديالكم وعلى تنشيطها إن شاء الله وأكيد أنكم ستلمسوا النتيجة إلى هنا ينتهي فيديو اليوم أتمنى أن ألقاكم في الفيديو القادم بألف خير لا تنسوني من دعائكم وتركوا لي تعليقاتكم وأسئلتكم بخصوص الأشياء التي تحبون أن تتعرفوا عليها أكثر خاصة فيما يتعلقوا بالذاكرة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر